إلا الراتب فالراتب حياة بهذا الشعار يخرج كل يوم أساتذة جامعة صنعاء للمطالبة برواتبهم المتأخرة منذ أربعة أشهر لم ييأسوا ولم يكلوا بعد من اللامبالاة التي تحملها سلطة الأمر الواقع المسيطرة على كل مؤسسات الدولة بالعاصمة بما فيها المؤسسات التعليمية وعلى الرغم من مشروعية المطالبات التي يرفعها المحتجون من الأساتذة بشكل مستمر إلا أن ذلك لم يجنبهم الاعتداءات المتكررة من قبل المحسوبين على سلطة الميليشيا في الجامعة سلطة الجماعة التي ألتهمت كل شيء وها هي تعجز عن تقديم الحقوق المكفولة لجميع موظفي الدولة المقيمين في مساحة سيطرتها الدكتور جميل عون أستاذ الفلسفة بالجامعة الذي بدأ مؤخرا بممارسة مهنة تحميل الطوب بالأجر اليومي نتيجة لعدم صرف المرتبات كان أيضا آخر الأساتذة الذين تم الاعتداء عليهم بعد أن أقدمت جماعة من الطلاب المحسوبين على الجماعة الإنقلابية بالاعتداء عليه وبعض زملائه لمطالبتهم بسرعة صرف رواتبهم أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أيضا أعلنوا أن احتجاجاتهم تجنبت الخوضة في المسائل السياسية وتوقفت فقط عند مسألة المطالبة بالحقوق وعلى الرغم من ذلك لم تلقى أي استجابة حتى الآن إذن هي ذاتها سياسة التجويع واللا مبالاة التي ما زالت تواجه بها جماعة الحوثي كل من يطالبها بحقه وهي ذاتها سلطة الأمر الواقع التي أنقلبت وقوضت الدولة والتي ما زالت تلتهم كل يوم حقوق مواطنيها تلتهم كل يوم حقوق مواطنيها